التي أثارت الرأي العام العالمي على مدار أربعة أيام أثارت انتباه الكيان الصهيوني أيضا حيث أفردت وسائل إعلام الدولة العبرية تغطية مستمرة على مدار الساعة لأزمة الرهائن بعين أميناسا حيث تابع الخبراء الأمنيين التابعين لجهاز المخابرات الإسرائيلية بشغف وحقد كبيرين على الجزائر مجريات العملية النوعية التي نفذتها نخبة من القوات الخاصة التابعة للجيش الوارد الشعبي لتحرير الرهائن المحتجزين من قبل جماعة إرهابية هذا وانتقد خبراء الموساد طريقة إدارة السلطات الجزائرية لمجريات عملية تحرير الرهائن الأمنيين وواصل الخبراء الإسرائيليين تماديهم واستفزازاتهم للجزائر حيث اعتبر هؤلاء أن الجزائر لا تملك القدرة على مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة وأسهبوا في دراسة نقاط قوة وضعف الأجهزة الأمنية الجزائرية متناسين جبن أفراد الجيش الإسرائيلي معتبرين أن الجزائر ستواجه على حد وصفهم انفلاتاً أمنياً غير مسبوك بفعل الحرب في مالي والأوضاع في الدول المجاورة هذه التصريحات الإسرائيلية ليست غريبة على الصهاين الذين يعتبرون الجزائر عدوهم الأول في العالم العربي والإسلامي نظراً لمواقفها الثابتة تجاه الدولة العبرية كما أنها تثبت أن الوضع الغير مستتب على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة جعل أجهزة الاستخبارات الأجنبية تكثف من نشاطها لكن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير لا ولن ينحني